الشوط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ مشاهدين الكرام متابعين العزاء تتواصل الانطلاقات في هذا المساء شوط تلو الأخر الشوط التاسع عشر تمت انطلاقة قبل قليل نسير مباشرة مع مقدمة هذا الشوط من تصدرة المقدمة وسيطرت على المركز الأول لتحمل رقم تسعة وخمسين ما شاء الله تبارك الله على البداية لسيد أحمد بن كراز المهيري اللي حفلة على المركز الأول بينما المركز الثاني تتواجد مشاهدين الكرام هناك هملولة لمحمد بن مسعود بن سالم أبو شريدة على المركز الثاني بينما المركز الثالث تتواجد بحضورها الجميل هناك أيضا تدوين لسيد إبراهيم بن محمد الوهيبي يقدم لنا تدوين باحثة عن التدوين هذا أيضا لهذا الشوط بالفعل بينما المركز الرابع القادمة مشاهدين الكرام والحاضرة اللي هي الرمز على المركز الرابع لسيد عبدالله بن سهيل بن محمد بن نصيب الأعفاري يقدم لنا الرمز في أمسية الرموز بينما أيضا هناك الوصول لتحركة مياسة من الجانب الآخر لسيد محمد بن سهيل بن الصغير الحامري يقدم مياسة بينما هناك أيضا التحرك ما شاء الله تبارك الله التغييرات السريعة والقادمة الله الله وصلت مشاهدين الكرام اللي هي بالفعل على المركز الثالث بهذه اللحظة وصلت لسيد ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري يقدم لنا نزهة أيضا على المركز الثالث بينما المركز الرابع وصلت الجزيرة لمحمد بن سالم بن مبارك النابة المري يقدم الجزيرة على المركز الرابع والمركز الخامس وصلت مشاهدين الكرام عجائب الله الله يا عجائب أيضا تتواجد بشعر نايف بن طالب بن علي بن فهيدة المري هكذا الخمسة المراكز الأولى في تحدي هذا الشوط والبداية الله 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 نعود مع المركز الأول مع وهاجة وهاجة على المركز الأول خميس بن محمد بن كراز المهيري يقدم لنا وهاجة وهاجة فيه أيضا بالفعل في معركة وهاجة هنا على المقدمة متصدرة مسيطرة بحضورها الجميل بمقدمة هذا الشوط باحثة عن جائزة هذا الشوط والسيارة المقدمة للفايز الأول اسم كبير اسم عملاق اسم بالفعل لهم حبينا وجماهير يا بن كراز حافظ على هذا الاسم الله 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 يا وهاجة على المقدمة خميس بن محمد بن كراز المهيري المركز الثاني هنا تتواجد حدث لسيد مهير بن علي بن سعيد بن دري المنصوري والصعب متواجد على المركز الثالث بشعاره العملاغ بشعاره الكبير هنا يتواجد تتواجد نزف لسيد ناصر بن خليفة بن سلطان بن جافلة ولكن شوف شوف الحضور من وصلت شعار بن دري وصل وشعار بن أعمان وشعار العمالقة خلاص اتجاهنا ايضا نحو خط النهاية نحو الفوز والانتصار تحركت هناك يا سلام امطيلة امطيلة تطول وتجول امطيلة السيد راشد بن هلال بن محمد بن سالمين لخيالي الله 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 غيرت امطيلة وتحركت حدث 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 يا سلام يا سلام يا سلام وهناك ايضا بالفعل التي هنا بالفعل تدوين 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 أهالي السلطنة أهالي السلطنة في معركة الكبار في معركة الكبار بحضور الكبار إلى القمة إلى الصدارة تدوين تدون هذا الاسم مع الفوز والانتصار والسيارة إلى أهالي الأبيض مع هذا الشعار بالفعل الذي دائما وأبدا يتدون بالفعل مع الناموس ولكن من تحركت من وصلت من رضعت راية التهديد في اللحظات الأخيرة وعد وعد راشد بن ناصر المدهوشي يا سلام يا سلام يا وعد وعد توفي العهد هنا في اللحظات الأخيرة سلام يا الكامل سلام وسلام يا سلطنة سلام تهانينا راشد بن ناصر بن سعيد المدهوشي المركز الثاني لوصلت فيه مشاهدين الكرام اللي هي مطيلة راشد بن هلال بن محمد بن سالمين لخي لما المركز الثالث وصلت فيه بالفعل مشاهدين الكرام اللي هي تدوين لإبراهيم بن محمد الوهيبي والمركز الرابع كانت في حدث مشاهدين الكرام لسيد مهير بن علي بن سعيد بن درأي والمركز أيضا الخامس كانت حاضرة مشاهدين الكرام نبأ لعلي بن عزمي بن راشد بن عبد الله هكذا كانت نتيجة هذا الشوط التوقيت الزمني ست دقائق وخمس وعشرين أو ست دقائق اثنين وعشرين جزء واحد من الثانية تهانينة والناموس لسيد لسيد راشد بن ناصر بن سعيد المدهوش على فوز واحد بهذا الشوط بينما المركز الثاني كانت حاضرة فيه مشاهدين الكرام أم طيلة راشد بن علال بن محمد بن سعيد الميلي خيالي ست دقائق وعشرين ست اقزام من الثانية أما المركز الثالث ست دقائق وعشرين وأيضا ست اقزام من الثانية باسم يحتلت المركز الثالث بالفعل كانت الحاضرة التي هي تدوين لبراهيم بن محمد الوهيبي